من الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله وبعد إن شاء الله عز وجل نستمر في الآية الموالية من سورة الزمر التي نحن بصدد بيان بعض المعاني التي جاءت فيها ثم استنباط بعض الفوائد إن شاء الله التي نريد أن نعمل بها في حياتنا وقد وقفنا البارحة مع قوله تعالى وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌ دَعَنَا إِذَا دَعَا رَبَّهُمْ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثم إِذَا خُوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلٍ وَجَعْلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ هذه الآية وقفنا معها وقفة قصيرة واليوم إن شاء الله ننتقل إلى الآية الموالية وهي قوله تعالى أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ أَنَا اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَبِ هذه الآية سنقف معها وقفة قصيرة الله تبارك وتعالى يبين في الآية التي مضت حالا من أحوال الناس لو إذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة السيط ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أن دذقنا في الإنسان أن من أهل العلم من فسرها بالكافر وذلك له على قبل آيات الماضية فهذا الكافر الذي توعده الله تعالى بقوله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار مثله وحاله وشأنه مثل القانت أم من هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما فهل هذا الذي سبق ذكره يستوي مع المطيع لله تبارك وتعالى القائم بالطاعة التي وصف الله تعالى منها عبادة من العبادات العظيمة التي هي الصلاة المقيم على الطاعة أي طاعة أي طاعة الصلاة وأي صلاة صلاة الليل أم من هو قانت القانت فسر بالمطيع فسر بالمقيم على الطاعة الباقي عليها أم من هو قانت أنا الليل تجده عندما يكون الناس نائم هو قائم طائع لله تعالى ساجدا وقائما ساجدا سجد هذه العبادة العظيمة التي يضع فيها المؤمن جبهته لله يضع المؤمن جبهته على الأرض لله وهذا السجود فيه أمر عظيم وهو أنك تتذلل لله تبارك وتعالى بوضع جبهتك وبوضع وجهك على الأرض لله ما في شيء تتقرب إليه إلى الله تبارك وتعالى وبه إلى الله من هذه العبادة أنك تضع وجهك في الأرض تذللا وعبادة وقربة تتقرب بها إلى الله يعني يعني تجد مثلا أنك يركع ويقف وقفة المتذلل يعني لله تبارك وتعالى والسجود أعظم من ذلك ووصف هذا القاند بالصلاة وبالسجود وبالقيام لله تبارك وتعالى عبادات عظيمة وصف بهذا القاند ترغيبا فيها وبين لهذا الحال حال المؤمن الذي سبق ذكره في آية متعددة يعني في القرآن الكريم والله تعالى بين تعالى في صورة الفرقان في قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ده وصف لحال عباد لله تبارك وتعالى يعني يعني تمر عليهم ساعات الليل في الطاعة والعبادة هل حال هذا الإنسان الذي هذا وصفه في القرآن مثل حال ذلك الكافر الذي يتحول وسرعان ما يتحول حاله فتجده يكفر من عم الله ولا يعبد الله ولا يقيم على طاعته كمن هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة يحذر عذاب الآخرة يحذر ذلك الوعيد الذي توعد به الكافر ويرجو رحمة ربه وهكذا حال المؤمن سبحان الله بين الخوف والرجاء تراه يعبد الله يقنط لله يسجد لله ورغم ذلك لا تراه يعني يتكبر على عباد الله وتراه مقابل تلك العباد التي يعبد الله إياها وبها بين الخوف والرجاء يرجو رحمة ربه من جهة ومن جهة أخرى تجده خائفا وقد وصف الله تعالى قوم زكريا بهذا الوصف الجميل قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات يعني شوف يسارعون في الخيرات ويدعون كيف كيف وصفهم الله رغبا ورهبا هذا وحل المؤمن بين الرغبة والرهبة أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة يخاف ويرجو رحمة ربه لا يتكبر هو بين خوف والرجاء قال العلماء هما للمؤمن كالجناحين للطاع لابد يكون توازن بينهما ويعمل العمل يحذر به الآخرة يخاف ويرجو رحمة ربه يرجو أن تقبل عبادته يرجو ثواب ذلك العمل دائما يعيش بين ذلك الخوف وبين ذلك الرجاء يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ثم يقول الله تعالى للنبيه قل هذه الكلمة قل يعني خطاب يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم تيخبر الناس تيبين لهم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لا يستوي أبدا وهذا أمر يعني يدرك بالعقل يعني أي واحد يعلم أن الذي يعلم والذين لا يعلم لا يستوي أبدا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ولا يمكن يعني في سنة الله تعالى أن يكون ذلك العالم بأحكام الله بما شرعه الله القائم على الطاعة القانت لله تعالى كذلك الذي يعني يتحول حاله سرعان ما يتحول حاله و يضطرب ويتقلب جاهل بما بيّنه وشرعه الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لا يستوي ندى استفهام استنكار الجواب فيه يعني كل من سمعه سيقول في نفسه لا يستوي لا يستوي أبدا كمثل القول تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين هل يستوي المسلم والكافر لا يستوي أبدا ما يمكن أن يستوي إنما يتذكر أولي الألباب هذا فيه وعد وفيه تذكرة لأول العقل لنكرمهم الله بالعقل ليعقل به الأمور لا يستوي حال المؤمن الطائع العابد الذي يعني نذر نفسه للقرب إلى الله بالعمل كحال البعيد الكافر بنعمة الله الكافر بما قوله الله من نعم لا يستوي وهذا أمر يعني واضح لا يحتاج إلى زيادة بيان يتذكره ويتعظ به أولو الألباب هذه الآية ترغب في حال المؤمن الأول الآية ترغب في هذا الحال وفيها ذكر عبادة عظيمة وهي عبادة الصلاة وإضافة إلى عبادة الصلاة نجد فيها فضيلة قيم الليل والقنط ساعات الليل قد جاء ذكر ذلك في آيات عدة في آيات عدة وجاء ذكر ذلك ذلك في السنة أن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها باطنها عدها الله تعالى لمن من ألان الكلام وأطعم الطعام وصل بالليل والناس نيام فضيلة عباد الله ذكر أم الله تعالى يبيتون لربهم سجدا وقياما كانوا قليلا من الليل ما يجعون وبالأسحار هم يستغفرون وهكذا جاء بيان حالي هذا الصنف من عباد الله تبارك وتعالى فيها فضيلة قيام الليل وفضيلة السجود وكثرة السجود حديث صحابي الجليل الذي كان يجلس يعني ينتظر عند باب النبي صلى الله عليه وسلم حبا رسول الله طاعة لما وجده النبي صلى الله عليه وسلم قال سني سألني ماذا تريد يربعه قال لا أسألك مصاحبتك في الجنة بغير نكون صاحب للنبي في الجنة قال أو غير ذلك قال لا قال فأعيني على ذلك بكثرة السجود إذا أردت أن تكون صاحبا للنبي في الجنة يعني كثير من السجود في ذلك إشارة إلى كثرة الطاعة والعبادة لله وفي ذلك بيان فضيلة السجود أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو الشاجد والذي يجعل ذلك يعني منزلة عظيمة هو أنك تتذلل لله وتضع أعظم ما هو في بدنك الوجه على الأرض لله فهذه يعني قربة من القرب القربات التي تتقرب بها إلى الله أن تضع وجهك لله على الأرض فأكثر من السجود وأكثر من الدعاء في السجود فذلك من دواعي وأسباب دخول الجنة والقرب ومصاحبة النبي في الجنة أمن هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألبك فاللهم اجعلنا من أولي الألباب الذين يتذكرون ويقضون ساعات ليلهم ساجدين قائما قائمين لله قربة يتقربون بها إلى الله ويتضرعون في هذه القربة إلى الله تبارك وتعالى إنه ولي ذلك كله والقادر عليه والحمد الله رب العالم ترجمة نانسي قنقر